من النادر جدا أن تسمعوا طبيبا يشخص مرضا بأنه مجرد لوكيميا بل يشخص عادة بتحديد نوع اللوكيميا مثل لوكيميا الخلايا كبيرة النواء الأرومي الحاد لكن ماذا تعني هذه الكلمات؟ انظروا إلى هذا المخطط ربما استنتجتم من قبل علاقة مراحل تكون الدم المبينة في هذا المخطط بحدوث اللوكيميا أو سرطان الدم اللوكيميا هو اضطراب في نمو وانقسام خلايا الدم قبل نضوجها في هذا الدرس ستتعرفون على تصنيف اللوكيميا بعمق أكثر بداية إذا أردتم تصنيف اللوكيميا وفق درجة النمو لخلايا الدم غير ناضجة تجدونها تنقسم أفقيا إلى مجموعتين هكذا حيث تكون خلايا الدم غير ناضجة بتاتا أعلى الحد الفاصل وخلايا الدم الأكثر نموا أو تطورا أسفل الحد الفاصل لكنها لا تزال غير ناضجة أيضا بالتالي تمثل هاتان المجموعتان التصنيف الأول لخلايا اللوكيميا فعندما تنتج اللوكيميا من الخلايا في المجموعة العليا تسمى لوكيميا حادة وعندما تنتج من الخلايا في المجموعة السفلة تسمى لوكيميا مزمنة وهذه المسميات لم تأتي صدفة اللوكيميا الحادة سببها خلايا تتكاثر بسرعة فيشعر المريض بالتعب وتظهر عليه الأعراض في غضون أسابيع من تكاثر اللوكيميا وليس سنوات وبهذا تكون بداية المرض حادة جدا أما اللوكيميا المزمنة سببها خلايا تتكاثر ببط فلا يشعر المريض بأي أعراض لسنوات من إصابته بالمرض بهذا تكون بداية المرض مطولة ومزمنة تذكروا عملية حدوث اللوكيميا في الحالتين هي ذاتها أي أن هناك خالية دم غير ناضجة تفقد قدرتها على النطوج وتفقد سيطرتها على الانقسام المنتظم فتنقسم بشكل سريع خارج عن السيطرة لكن ما يتم تمييزه هو درجة عدم النضج لهذه الخلية في المخطط الخاص بطريقة حدوث مرض اللوكيميا والفيسيولوجيا المرضية له تعرفتم على مراحل نضوج الخلية الطبيعية وعلى ما يحدث لخلايا اللوكيميا حيث تبقى خلية الدم المصابة عالقة في مرحلة ما قبل النضج ولا يمكنها التقدم والنمو بل تستمر بالانقسام سريعا بشكل خارج عن السيطرة كما ترون في المخطط إن كانت هذه الخلايا في المرحلة الأولى من نموها أي أنها الخلايا الأقل نضجا فتسبب لوكيميا حادة أما إذا كانت الخلايا في مرحلة متقدمة قليلا من نموها لكنها لا تزال غير ناضجة فإنها تسبب لوكيميا مزمنة أي أن كل مجموعة منهما عالقة في مكان ما قبل النضج وتنقسم بشكل سريع خارج عن السيطرة لكن الفرق الوحيد هنا هو أن خلايا اللوكيميا المزمنة أكثر تطورا ونموا أي أن درجة نضجها أكثر قليلا من اللوكيميا الحادة كما أن خلايا اللوكيميا المزمنة تنقسم عشوائيا فقط وتعيش أكثر من خلايا الدم الطبيعية كما تلاحظون في المخطط إن خلايا اللوكيميا الحادة لا تشبه الخلايا الناضجة المتخصصة إطلاقا كما ليس لها أي وظيفة وهي فقط هادر للمساحة والموارد أما خلايا اللوكيميا المزمنة فهي لا تشبه الخلايا الناضجة المتخصصة تماما لكن هناك تشابها بسيطا بينهما كما أنها تقوم ببعض الأشياء بشكل صحيح إذن الطريقة الأولى لتصنيف اللوكيميا هي لوكيميا حادة أو لوكيميا مزمنة اللوكيميا الحادة هي ذات الخلايا الأقل نضجا والأسرع تكاثرا والأقل شبها بالخلايا الناضجة المتخصصة شكلا ووظيفة أما اللوكيميا المزمنة فهي ذات الخلايا الأكثر نضجا والأبطأ تكاثرا والأكثر شبها بالخلايا الناضجة شكلا ووظيفة أما الطريقة الثانية لتصنيف اللوكيميا فتتم عن طريق فصل المخطط إلى مجموعتين رأسيا وذلك وفق نوع الخلية أي نخاعية أو لمفية ويمكن التحديد أكثر بذكر نوع الخلية في كل مجموعة منهما بالعودة إلى المثال المطروح في بداية الدرس لوكيميا الخلايا كبيرة النواء الأرومي الحاد فكروا لأي خلية تنتمي هذه اللوكيميا بما أنها حادة فهي تنتمي لهذه المجموعة ضمن هذا الخط وبما أنها أروم نواء فلا بد أنها هذه الخلية هنا لوكيميا الخلايا كبيرة النواء الأرومي الحاد تتشكل من هذه الخلية هنا حسناً فكروا بمثال آخر اللوكيميا اللنفاوية المزمنة بما أنها مزمنة فهي تنتمي لهذه المجموعة هنا في الخط السفلي أما كونها لمفية فهذا يشير إلى هذه الخلية أو هذه فكل خلية منهما هي خلية لمفية ويمكن الاكتفاء بهذا التصنيف أو تحديد إن كانت الخلية لمفية P أو الخلية لمفية T هاتان هما طريقة تصنيف اللوكيميا وهكذا ينتهي هذا الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر